موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شبابي رب تكونوا كلكم بخير اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع هيسم معوض على قناة كوكب التكنولوجيا في الفترة اللي فاتت ناس كتير جدا كلمتني عن المشكلة بتقابلهم بعد تحديث iOS 17 او Android 13 والنهاردة هقول لكم ايه هي المشكلة دي وازاي نقدر نحلها بمنتهى السهولة بعد تثبيت التحديثات بعض الاجهزة بيحصل فيها مشاكل وبيكون الحل انك تعمل فورمات وللأسف ان الناس كتير بتعمل فورمات وهم ما يعرفوش ان الفورمات ده هيمسح كل الملفات اللي موجودة على الجهاز وبعد ما يعملوا الخطوات بتاعة الفورمات كل المشاكل اللي موجودة على الموبايل بتتحل بس بيتفاجئوا في الاخر ان كل الملفات المهمة تمسح زي الصور والفيديوهات واي حاجة موجودة على الموبايل بتتمسح وده لان زي ما انتوا عارفين الفورمات بيرجع الموبايل زي الجديد ودي طبعا بتكون مشكلة كبيرة جدا لو انت مش واخد باكب من الملفات دي هحكي لكم النهاردة عن مشكلة فعلية حصلت مع صديقي وقدرت ان انا حلله المشكلة دي بطريقة سهلة جدا وارجع له كل الملفات اللي اتمسحت من الموبايل فلو حصلت معاك المشكلة دي او مع حد من اصدقائك هقولك النهاردة ازاي تقدر تحلها سواء المشكلة دي حصلت معاك على موبايل ايفون او اندرويد او الكمبيوتر بتاعك او الفلاش ميموري او الاس دي كارد او الاكسترنال هاردست فلو انت مهتم باللي احنا هنقوله خليك معانا لحد لاخر الفيديو بس قبل ما نبدأ ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد مش هطاول عليكو اكتر من كده يلا بينا نشوف الشرح اهلا وسهلا بيكم مرة تانية على قناة كوكب التكنولوجيا كلمني صديقي من ايام وهو زعلان جدا وبيقولي الحقن بعد ما عمل تحديث اي او اس 17 على الايفون بتاعه لقى ان كل الملفات بتاعته تمزحت بالغلط وكان زعلان جدا ومتخيل ان الصور دي كده خلاص مش هترجع تاني فبحثت كتير على الانترنت لحد اما لقيت موقع اسمه انيي ريكافر وبصراحة ما كنتش مقتنع ان الموقع ده هيقدر يحل المشكلة الا بعد ما قرأت كل الريفيوهات بتاعت الناس اللي استخدمته وتأكدت ان الموقع فعلا قوي وهيقدر يعمل المطلوب المهمة قبل ما اكلم صاحبي وقوله ان انا لقيت حل للمشكلة حبيت ان انا تأكد بنفسي حملت البرنامج وسبته وافتكرت ان انا كان عندي فلاش ميموري اتفرمطت مني بالغلط من فترة وكان عليها ملفات مهمة جدا فقلت اجرب الاول واشوف التطبيق ده هيعمل ايه مع الفلاش ميموري واول ما وصلت الفلاش على البرنامج وبدأ يعمل بحث ما بقتش متخيل اللي انا شايفه صور قديمة جدا وملفات مهمة جدا بدأت تظهر على البرنامج وقدرت ارجعها بطريقة سهلة جدا المهمة كلمت صاحبي وقلت له ان انا لقيت حل للمشكلة بس هو ما كانش مسدق فجاب الايفون بتاعه جالي واول ما وصلناه على الكمبيوتر وبدأ يعمل بحث والملفات بدأت تظهر لقيت صاحبي هيتير من الفرحة وقدرت اني رجع له كل الملفات اللي اتمسحت بسهولة جدا وبعدها قررت اني لازم اقول لكم على التطبيق ده لانه وارد جدا ان اي حد فيكو ممكن يتحط في الموقف ده وبالمناسبة التطبيق في بعض الخصائص بتكون مجانا وبعضها بيكون مدفوعة بس انا اشتريت النسخة الكاملة لان عندي ملفات كتير كانت موجودة على الاكسترنال هارد ديسك بتاعي وتمسحت بالغلط فلو قابلتك المشكلة دي حاول انك تحلها الاول بالنسخة المجانية ولو عندك ملفات اكتر من كده تقدر تشتري النسخة الكاملة ولو المشكلة بتاعتك متحلتش تقدر تسترد فلوسك خلال 30 يوم من عملية الشرق فانا جربت البرنامج ده ولقيت ان هو كويس جدا فحبيت ان اقول لكم عليه عشان لو اي حد قابله مشكلة شبه كده يقدر ان هو يحله وقابل ما اقفل الفيديو كنت عايز اشكر كل اصدقائي اللي بيكتبوا لي تعليقات ايجابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو فلو استفدت من الفيديو ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة واتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى كون فيدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته